تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة دون طيار مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مستنكرة استمرار ميليشيات الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية الممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بما يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وتشيد وزارة الخارجية بقدرات وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ترجمة نانسي قنقر